غالبا المقاتل بينزل بضربة قاضية بسبب ضعف الرقبة وعضلات وهذا كلام الأسطورة مايك تايسون كلما قوية الرقبة قلت نسبة الإصابة بالضربات القاضية التمرين الأول تمرين تايسون الشهير تكز على الرأس بوضعية جسر مقنطر وحرك للأمام وللخلف جمعت لكم كل التمرين اللي بتفيدنا بهالموضوع بفقرة واحدة مشان ما تعزب حالك كلما بدك تتدرب تعد تبحث عليهم التمرين الثاني بيحتاج خوزة الرأس خاصة لتقوية الرقبة رابط الشراء بصندوق الوصف إذا كنت عم تشوف الفيديو عبرنامج غير اليوتيوب رابط الشراء أنا مسبته بستوري لإنستغرام التمرين ما بده شرح واضح معك بالفيديو بس إذا حسيت التمرين وإنت واقف سهل كتير يشتغله بوضعية سكوات بهذا الشكل وهيك الضغط رح يصير مضاعف عمنطقة الرقبة التمرين الرابع من أجمل التمرين بيحتاج فقط البند حبل المقوم إذا ما عندك جيب أي مطاطة بيمشي لحال رابط البند بأي مكان ولبسه براسك وشد يسار يمين عكس البند تماما أنا حطيت وقيت الراس ولكن فيك تلبس المطاطة تلقائيا بالراس اشتغله على الجهتين 3 جولات لمدة 30 ثانية وآخر شي سبت 10 ثواني بأقصى مكان بالسحب التمرين الخامس صراحة هذا التمرين طلع معي أنا وعمت درب وما بعرف إذا كان موجود عرض الواقع وبدربوه بالنوادي ولا لا ولكن أنا ما شفته من قبل كونه الارتكاز على الرقبة فراح ضيفه لهي الفخرة إذا شفته هذا التمرين على شي صفحة من قبل ياريت تعلقولي التمرين السادس تسطح كأنه بدك تتدرب معده ولكن تتحرك فقط برأس هذا التمرين أنا استخفيت فيه بالبداية ولكن صدقا عالتدريب غيرت رأيي جربه ودعيلي فيك تشتغله على الأرض وإذا بدك تصعبه عليك حط الستيب تحت ضهرك اشتغله أربع مرات لكل جهة 20 ثانية فيه أربع أشكال رح تطلعك هنا على الشاشة نفس التمرين بس مولي المبتدئين أبدا إذا كان مستواك منيح ومتمرس حط وزن وما في داعي يكون الوزن عالي كتير لحد العشرة كيلو وخمسة مانة كتير منيح عضلات الرقبة مانة مثل باقي عضلات الجسم التمرين رقم 8 كمان من تمارين تايسون الشهيرة ارتكز على الرأس ولكن عكس الجسر السابق وجهك للأسفل وحرك للأمام والخلف فيك تشتغله كمان بشكل جانبي يسار يمين اشتغله ثلاث جولات كل جولة 30 ثانية التمرين التاسع رح تجيب بشكير أو قطعة خماش وتعلق فيها وزن وتمسكه بسنانك ورح تخوض بهذا الشكل وترفع وتنزل راسك من أجمل وأخدم تمارين تخوية الرقبة للمقاتل مشهور كتير بتالن تشتغلت 3 مجموعات 25 عدة إذا كان مستواك منيح علق وزن فوق العشرة لأنه هون عضلت للتربيز بتساعدك كتير منيح التمرين رقم 10 نفس تمارين تايسون ولكن ضفنا وزن لنقوي الرقم أكتر أهم شيء أخي ما تستعجل أنتو عم تنفذ التمرين يا ريت تتنفذه بهدوء مشان نتفادل إصابات أي حركة غلط ممكن تلتوي رقبتك الله يعافينه ويعافيكنه من الإصابات التمرين رقم 11 تمارين عضلة التربيز من كمال أرسام أنا بعتبر هي العضلة من أجمل العضلات ومفيدة للعب القتالي كنت مفكر أن عضلة واصبة الرقبة والكتف فقط ولكن أنا وعن ببحث طلع معي أنه واصلة الظهر كمان يعني تخيل عضلة بهالحجم واصبة الرقبة وكتف وظهر هذا التمرين بضحك شوي بس شفته بالأنمي أنا بجرب التمرين قبل لا أطرحه بفيديو ولو ما شفته مفيد ما بضيفه للفقرة جربه ورح تشوف قديق ستوري عبارة عن أنك ترتكز بين كرسيين وتشد جسمك بهالشكل بصراحة روعة والتركيز كان كامل على الرقبة بتحس حالك محنط تحنيط سبت لمدة 60 ثانية لتجولات لا تنسى الإحماق قبل كل التمرين أنا خليته لآخر شي لأنه معروف ومشان ما تملم للفيديو حفاظها الفيديو عندك يمكن تحتاجه لقدام إذا كنت بتتدرب ملاكمة أو كيك بوكسا أو غيرها للمزيد من الفيديوهات لايك شاير كومنت اشترك بخناتي اليوتيوب ما ضل شيء لنوصل 40 ألف متابع كل الحب والاحترام لدعمكم من المستمر كان معكم محمد رحال سلام